اشتركوا في القناة وأن يحقق ما يتطلع عليه جلالته من تقدم وتطور وتنمية منشودة لوطننا الغالي وأبنائه العزاء وأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على جلالته وهو ينعم بالصحة والسعادة وطول العمر وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات سائلا سموه المولى العلي القدير في هذه المناسبة أن يحفظ وطننا العزيز آملا مطمئنا وكافة أبنائه وأن يليم على الجميع موفور الصحة والعافية وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدح حفظه الله ورعا برقية شقن جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعرب جلالته فيه عن أسماءات التهاني والتبركات لسموه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مقرونة بخالص الأمنيات بأن يحفظ الله سموه وأن يمتعه بمفور الصحة والعافية والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطى وأن يعيد هذه المناسبة على سموه ومملكة البحرين وشعبنا الوفي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات اشتركوا في القناة